فيديو جديد للإخوان كما ديما وفي هذا الفيديو سنتعرفه على جديد شركة سامسونج في الفئة الاقتصادية بهاتف Galaxy M13 نبدأ على بركة الله سلام عليكم الإخوان كديرين كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة ايات تيك انفو ومرحبا بكم في فيديو جديد وبرو دوي جديد كيف قلت لكم الإخوان في الانطخة ديالفيديو معنا هاتف من شركة سامسونج Galaxy M13 هاد الاتفة الإخوان ماشية اللي خرج في الأسواق هاتف قريبا واحد الأمواء أو الأمواء يدمي فاشخرج عاد كتاب نديروا له المراجعة ديالو من بعد شركة سامسونج مكان تخرجات الجالاكسي A13 اليوم معناه M13 غادي نتعرفوا على المميزة ديالو واش كي سهل تمن ديالو ولا لا واش من فيام السادف بلما نطول عليكم الخوط لأول مرة كيشوف القناة تتعبون وفعل زي الجرس باش دائما تصلوا بالجديد كذلك المتابعين ديالنا في فيسبوك صاحب نجمال الساق ما كان ساوكم شو غادي نحط لكم الفيديو فضل قجلي غادي اتضر أمامكم ديروا الهاجم باش دائما تصلوا بالجديد حتى نتو أول حاجة الإخوان كيف ما مولفين غادي نديروا الانبوكسين ديال الهاتف نرى الأكسسوار الذي يأتي معه نبدأه على بركة الله بسم الله كيف تشاهدون الديزين البواتي M13 أول حاجة هنا الأخوان قلقوا التليفون أرجعوا له من بعد لدينا الكريطين هذي من الداخل دياله قلقوا دليل استعمال هنا لدينا الشارجر الهاتف كيف ما تلاحظوا ومن بعد قلقوا هنا الكابل الشاحن كيف ما تشاهد وآخيرا لدينا كارت سيم و كارت ميموير كيف لاحظوا هذا هو ما يجب أن يأتي مع الهاتف وكيف ما تعودون بشركة سامسونج لم يكن لديه كيت ولم يكن لديه البوش ندوز لتصميم الهاتف وكيف تلاحظوا معنا هذا هو تصميم غالاكسي M13 صراحة تصميم جيدا وكيف الفرق ما بينه غالاكسي A13 هنا هذا الم13 يشبه بزاق غالاكسي A23 بالنسبة لشكل الكاميرا كما ترى هذا ساعة التلفون وحسب الأزوار 192 غرام وبرقه pelos 188 ميلمو أما بالنسبة للشكل التليفون الملق قدام الإخوان كيف لا تلاحظون هنا الشكل الكاميرا تسيل فيه على شكل القديم شكل نقطات ماء وبالنسبة للحوف التليفون غلاطي إذا رأينا ملفوق الهاتف فقلقوا ميكروفون لكي يصفي الصوص من الغيصر لدينا بلاس لكارت سيم يخدم لنا جوجد الكارت سيم وكارت ميمور في مرة بعد أما من التحدي الهاتف لدينا بلاس لكي 3.5 ميلم ميكروفون المكالمات مدخل شاحن تيب سي ودينا سماعات خارجية أما من التحدي الهاتف فعبنا أزرار تحكم في الصوص وزير تشغيل زر تشغيل الإخوان مدمجة مع البصمة سنتظر أداءها كيف لا تلاحظون هنا البصمة ضغياء كتستاجب لا تدخل معها مشكلة وما تغلج خلاصة الإخوان من ناحية تصميم صراحة نصميم جيدا وبالنسبة للناس الذين يعزز عليهم التليفونات سامسونج أو تصميم يكون جيدا فنصحكم بهذا الهاتف سوف نرى المواصفات الشاشة والضيقة الشاشة GALAXY M13 جاءتنا بحجم الصفة السابوس من نوع PLS LCD والضيقة FHD Plus 1080x2408 بيكسل أما بالنسبة لكثافة تصل حصر 400 بيكسل كذلك عرض الشاشة 29 كيف تلاحظون معنا وكيف نفعله في الفيديوهات هذه تجربة الليكرو ألوان فيها صراحة زوينين وشركة سامسونج معروفة بلا في شاشة وبلزي كرون صراحة FHD Plus لكن الأموليد في هذه الفئة وفي هذه M13 ستكون شاشة متكاملة هنا الألوان زوينين وواضحين لا تجربة معهم مشكلة في الرؤية كذلك الأخوان حتى بالنسبة للناس لكثافة من برا الشمس إذا أدية لها طلعة وهذا يبقى لكم كل شيء واضح أما بالنسبة للنقطة للآداء في GALAXI M13 شركة سامسونج خصارت لنا معالج Exynos 850 معماريات صنيع 80 نانومتر ومعالج رسومياز G52 هذا البروزيسور نفسه في GALAXI M13 للناس الذين تلعب و تقصر التليفون لا نصحكم به التليفون لأن استخدامه استخدام عادي بالنسبة للناس الذين تخدموا مواقع التواصل الشمائي لذلك المساجات فهذا التليفون صالح لكم و لا يجب أن تلقوا معه مشكلة أما معماريات صنيع 80 نانومتر لا تكون كثيرا وهذا تحافظ على شركة الهاتف أما بالنسبة للهاتف فجأنا باندرويتمار بواجهة سامسونج المعروفة باستقرارها بدون مشاكل 1Ui Core 4.1 أما يجب أن نرى الهاتف من ناحية الرام والسطوكاج فهاتف جانا بـ 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في سطوكاج وشركة سامسونج لا تعتمد على الاستقرار كباقي المنافسين أما هذا الأخوان فهنا نرى النقطة البطخة والشارج والهاتف جانا هنا بسعة بطارية 5000 ميلا أمبير إذا استخدامك عادي ستقدر تدوز معك حسل الدوجور أما إذا استخدامك مكتف ستقدر تدوز معك نهار كامل حتى لا تحصى الشارج أما بالنسبة للشارج فهي 15 وات شركة سامسونج ما زال متأخرى بالنسبة للشارج في الهاتف وبالنسبة للشارج يأتي مع الهاتف في العلبة كيف لا تدعم 15 وات أما هذا الأخوان فهنا نرى الكاميرا والهاتف ونرى ما كانت اختلاف ما بينهم وما بين الـ 13 هنا الأخوان كانت ثلاثة الكاميرات الأساسية 50 ميجا بيكسل 1.8 وبالنسبة للكاميرا الثانية جاءتنا بضيقات 5 ميجا بيكسل بزاويات 123 دقري أما الكاميرا الثالثة والآخرة فهي جاءتنا بضيقات 1 ميجا بيكسل بزاويات 1.4 ديال العزل وهنا يا الأخوان كان الفرق ما بينه وما بين الـ 13 لأن الـ 13 فيه كاميرا زايدة ديال الماكرو كتجينا بضيقات 1 ميجا بيكسل أما بالنسبة للتصوير الفيديو فهي صور لنا 1080 30 fps وإذا شاهدنا الكاميرا ديال السيلفي فجأتنا بضيقات 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.5 كذلك تصور لنا الفيديو 1080 30 fps سنجعلكم مع بعض الصور لكي نحكموا على الكاليتة وقلوا لي الرأيي ديالكم في المشاهدة كاميرا 1.5 2.5 اما دبال اخوان فوصلنا المقطة الاخيرة ديال التامان بالنسبة لهادة النسخة هذه الهواتف 4 جيجا فرام و 128 جيجا فستوكاج قدر ما بين 2100 درهم الـ 2150 درهم صراحة تقريبا الراه نفس الثامن ديال الـ A13 الـ A13 قدر تقريبا الـ 2000 و 2050 درهم لا يوجد فرق بيناتهم وإذا أردت الاخوة ندروا مقارن ما بين الـ M13 و A13 دعوا لي الرأي ديالكم في كومنتر نجيبهم ونقارنهم ونشوفوا الاختلاف اللي كان بيناتهم بالرغم من أن الهواتف لا يبدو فيهم شي اختلاف من غير تصميم لكن إذا أردتها ندروا فيديو عليها لا يوجد مشكلة هذا الشيء لكينا الإخوان فهذا الفيديو وفهذا المراجعة للـ Galaxy M13 لن تخلوش علينا بلاي لايك أو بارتاج أو لي ما مشاركش أشكت لنا صاحبها ديال فرصة شارك وفعل الجرس باش دائما تصوصوا بالجديد كذلك بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة وكذلك الفيديو انتاشر سبارك الله عليكم السلام عليكم شكرا